على مستوى المهمة الاستشارية والاقتراحية تدرس المجلس مشروع مساهمته في إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا استجابة للدعوة الملكية الموجهة لجميع المؤسسات والحكومة والبرلمان من أجل المساهمة في إعادة بناء هذا النموذج وبالطبع في هذا النموذج ركز المجلس على الأهمية القصوى لضرورة إعطاء الأولوي للمدرسة القائمة على الإنصاف في بناء هذا النموذج وعلى ضرورة إصلاح هذه المدرسة وعلى ضرورة تكوين وتتمين الرأس مال البشري باعتباره العمود الفقاري لهذا النموذج التنموي الجديد النموذج التنموي المدخل الأول الذي نعتبره أساسي وهو التعرف والاعتراف بالفوارق الكاملة في صلب النظام التربية لتجديد نظامنا لتجديد نموذجنا التنموي المدخل الثاني وهو كيف يمكن لنا أن نفك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والفوارق المدرسية لأننا نعتبر بأن هناك ارتباط المنخل الثاني وهو أننا علينا أن نقوم باحد الاستشراف المستقبل المغرب أن المغرب لا يمكن أن يتطور بدون أن تكون هناك عادلة مدرسية وأن ندفع يعني طبعاً البلاد لانخيرات العملية التنمية الاقتصادية وفي بناء مجتمع المعريفة ليكون هو الأساس لنموذج التنموي إذن النموذج التنموي يعني رهيب بما سنحققه نحن على مستوى طبعاً الفوارق تقليل للفوارق على مستوى يعني نظمنا التنموي قرير الذي أطيناه يعني عنوان وهو مدرسة للعدالة الاجتماعية وهو مساهمة يكترون أن نعتبرها مساهمة كتفير حول النموذج التنموي فيما أن نقول بأن الرصيد الثقافي يعني أكثر له أثر أكثر من دخل يعني ديان الأساس وهذا يعني طبعاً تبينه كثير من الدراسات لا شي فقط يعني دراسة الوطنية والدراسة الدولية فمثلاً لما عملنا البرنامج الوطني لتحصيل مكتسبات ديان التنميين تبين بأنه يعني 80% يعني أن التحصيل يتأثر أساساً بالإرت يمكنناها نقول يعني الاجتماعي بكل مكون هذه إذن نرى هنا يعني تقل لأن التلميذ يأتي بحمولة يعني اجتماعية وخصوصاً في الدراسة العمومية دي عندنا واحدة شريحة كبيرة تطبعاً من الأسر التراوية من ضواحي المدن إلى غير ذلك